السلام عليكم أحبائي عنوان درسينا القراءة لهذا اليوم هو جائسة التواصل بحيث أننا سنقوم بإجابة عن جميع أسئلة النص السؤال الأول يقول أغني رصيدي وأكمل شبكة مفردات كلمة قناة الجواب قناة، برامج، تلفزة، سهرات فنية، رسوم وتحركة، برامج وسائقية، أخبار تلفزية، ولوحات إشهارية سنمر الآن إلى السؤال الثاني أنجز خريطة كلمة أخفى أخفى النوع في علماضي المرادف، سترى، خبأ الضيد أعلن، أبان، أفشى، أداع سندعوها في جملة أخفى الولد السر أخفى الولد السر ثم عندنا هنا أفهم وأحلل من ندم المهرجان الوطني للشريط الوتائقي إذن القناة التلفزي الرابعة هي التي ندمز المهرجان الوطني للفيلم الوتائقي المدرسي سؤال الثاني يقول أقرأ النص وأتوقف عند كل نوع من أنواع الصحافة وأذكر أنواع الصحافة المدكورة في النص هي الميديا، التلفزان، الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية السؤال الثالث يقول أحدد من الفقرة الرابعة الحواس التي تعتمدها وسائل التواصل إذن هنا الميديا حاسة السمع، التلفزاء السمع والبصر، والصحافة الورقية حاسة البصر السؤال الرابع يقول أعيد قراءة نص لأستخرج منه مفردات لها علاقة بما يأتي إذن سنجيب طلبة من مدير القناة عقد ندوة صحفية ليوضح للفتيات الصغيرات المشرفات على الإداءة المدرسية أن يوضح لهن الفرق بين وسائل الاتصال ويجيب عن بعض الأسئلة التي كانت تحيرهن هنا أشار سؤال خامس أشار النص إلى نوعين من الصحافة الورقية والإلكترونية أدكر الفرق بينهما الصحافة الورقية تستعمل لغة فصيحة ولغة قوية وخاصة أن أغلب قرائها من الطبق المثقفة أما الصحافة الإلكترونية تستعمل لغة سلسة سهلة الفهم بدون تعقيدات وبعيد كل البعد عن لغة الخشب وخطابها موجه للعامة وليس للخاصة أركب وأقوم أسوغ الفكرة الرئيسية لكل فقرة عندنا هنا الفقرة الأولى تنظيم القناة التلفزي الرابع المهرجان الوطني للفيلم الوتائق المدرسي وقد شاركت فيه المدرسة بشريط وثائقي يحمل عنوان مدرستنا منارة التواصل الفقرة الثانية اتصال إدارة التلفز بمدير المدرسة لتبشره بفوز مدرسته بالجائزة الأولى من حيث أحسن موضوع يزف مدير المدرسة الخبر لكل الأطر والتلميذات وبالتالي يبدأ التسفيق ويعم الفرح بين الجميع مهنيين ومباركين للجميع بهذا النجاح الغير المتوقع الفقرة الثالثة تسليم جائزة للمؤسسة من طرف مدير القناة الذي وجد في استقباله أطر المدرسة لتفاجئه بعض التلميذات بزي موحد لونا وشكلا ويطلبن منه بآدب عقد ندوة صحفية للرد على بعض الأسئلة العالقة بأدهانهن الفقرة الرابعة عقد ندوة صحفية من طرف الصحفيات الصغيرة والهدف من ذلك هو الإجابة عن بعض الأسئلة التي تحيرهن يجيب عنها مدير القناة بصدر الرحب ويعيدهن ببس شارط مدرستنا منارة التواصل على القناة الرابعة السؤال الثاني في أركب وأقوم ألخص أفكار نص شفاهيا إذن سنقول هنا نظمت القناة التلفزي الرابعة المهرجان الوطني للفهم الوثائق المدرسي فشاركت فيه المدرسة بشارط تحت عنوان مدرستنا منارة التواصل ليزف إليهم مدير القناة خبر فوز مدرستهم بأحسن جائزة لأحسن شارط وبعد مرور أسبوعين حل مدير القناة ضيفا على المؤسسة وقد حضر لتسليم الجائزة للمؤسسة حيث وجد في استقباله كل الأطر ليطلب منه بعد تلميذات عقد ندوة صحفية للإجابة عن مجموعة من الأسئلة العالقة في أدهانهن فقابل بصدر رحب وأجاب عن كل الأسئلة ووعد مدير المدرسة وكل الأطر ببت الشريط الوثائقي على قناة الرابعة لأنه منارة لتلميذات وتلاميذ ناجحين في الدراسة والأنشطة المدمجة السؤال آخر يقول أبحث عن وسائل تواصل أخرى لم تذكر في النص وسائل أخرى للتواصل والتي لم تذكر في النص هي الهاتف المحمول الباريد الفاكس إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الجرس واشتركوا معنا ليسلكم كل جديد والسلام عليكم